بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديدا فيديو القناة دينا الصغلو اسفيت كيف تشوفو اليوم الموضوع دينا هو تدبير او لا مبزم بتدبير العملية التعليمية التعلمية لنسألكم حاولو ان تبعو لي ان هالفيديو فيه كل ما يخص تدبير جميع الشعب جميع المسارك، يعني فاش نقولوا التدبير او البتدائي فالإحدادي في تناوي التأهيلي او التناوي الإعدادي يعني هاد الفيديو كيهضر علي التدبير بشكل عام كيهضر على التدبير بشكل عام، دون كده نحاول رأيه الموضوع الخاص الذي لدينا ماذاom التدبير ؟ التدبير هو مجمينة من الافعال فهو تدبير متخطع فالتدبير قبل انه كان تدبير ومن بعد من التدبير كان التقويم cipation هذا التدبير هو الاجراء عمليات التأثير يعني التفعيل عمليات التأثير كما نقوم به افعال اذا ما هو التدبير ؟ Vivit Mlife was created by students يتصورها المدرس هذا يجادر لها واحد تخطيط يتصورها المدرس وينظمها نظمها وينفذها مع المتعلمين ومن أجلهم مع المتعلمين ومن أجلهم قصد دفعهم إلى الانخيرات في التعلمات يعني كيدير بزاف دلحويش كيدبر كينظم بزاف دلحويش علش؟ باش المتعلم يكون هو المركز ديال العملية التعليمية التعلمية ودعمهم وتوجيههم وتطوير تعلمتهم إذن هذا كتعريف شنا هو التدبير هو واحد مجموعة من الأفعال اللي كيديرها الأستاذ وكيتصورها كيدير لها واحد تخطيطها ديالها وكينظمها وتينفذها مع المتعلمين علش باش المتعلمين خارطوا في الحملية التعليمية إذن شنا هم هاد الأفعال أولى شنو كيدبر الأستاذ دونك هنا تدبير عنده واحد مجموعة من المستويات يعني يدبر التعلمات أو يدبر المادة التعليمية يدبر الفصل الدراسي يدبر الزمن الدراسي يدبر أو ينظم كذلك الفصل الدراسي ويدبر الوسائل أول حاجة كل حاجة قدي نشوفها على حيضة أول حاجة شنو كنقصده بتدبير التعلمات أو لتدبير المادة التعليمية فاش نقوله تدبير التعلمات يعني شنو أولا هو كل ما له علاقة بتدبير الوضعيات الأربعة باش نعرفه تدبير المادة الدراسية تدبير راك نقصده به تدبير ديال الوضعيات اللي كتكون في القيسم سواء كانت وضعيات استكشافية وضعيات ديداكتيكية وضعيات بنائية أنا هذا الشيء الأسماء الكثيرة يعني وضعيات مهيكيلة هذه إبداعات أنا لا أتفق مع هذه الإبداعات كان وضعيات ديداكتيكية هي ديال بناء التعلمات وكان وضعيات الإنطلاق وليك يسميها هنا وضعيات استكشافية وكان وضعيات التقويمية الوضعيات التقويمية يعني هي اللي كندير فيها الامتحان وهنا هاد الوضعيات المهيكيلة bougه كي مصدوبها هي واحد الوضعيات اللي غدي تجمع لنا واحد المجموعة من المفاهيم في السياق إذا هتخذوننتم الوضعيات الإنطلاق وضعيات ديداكتيكية ووضعيات تقويمية يعني وضعيات ديداكتيكية هي ديال بناء التعلمات نوع الدرس وضعية استكشافية يعني قبل بداية الدرس ووضعيات تقويمية في نهاية الدرس هناك كي يدبر لأستاذ هاد الوضعيات أولاً فش كنقولوا تدبير المادة الدراسية أرى تنقصدوا تدبير الوضعية ثم تدبير ما له علاقة بكيفية تقديم هاد المادة الدراسية بمعنى هاد المادة الدراسية ما تتقدمش بمعزلين عن باقي المواد أولا بمعزلين عن الدروس التي سابقتها فمثلاً كنقولوا هنا يعني أعدم فصلها عن النوع المقاربة البداغوجية المعتمدة والتي هي المقاربة الكافيات وتجاوز أسليب التقديدية بمعنى كيفية تقديم يعني تدبير كيفية تقديم شكراً قصدوا بها قصدوا بها أنه أستاذ مش يدخل يبقى يفتي مش يدخل يبقى يمليع لهم الدراس أو يكتب لهم في صبورة ويقول لهم نقلوا ولكن كخصص واحد يقدم بواحد الكيفية يعني التدبير بالكفاية أو للتدبير الكفاية ولو كيدر واحد لمقاربة الاناشنية الكفاية هو أن المتعلم يكون هو محور العملية التعليمية يعني هو اللي يطرح وضعية الانطلاق هو اللي يعني يستحضر تمثلاته يطرح المشكلة العلمية يتبنى المشكلة العلمية يبحث له عن فرطيات ويقوموا بقياس إلى آخره فهنا كيفية كيفية تقديم هذه المادة الدراسة أو كيفية الاشتغال عليها رفقات المتعلمين ثم أن الأستاذ يدبر مع له علاقة بالأنشطة التعليمية المرتبطة بالمضامين والتي تدخل في نطاقة الوضعية تدوق تقريبا هذه هذه الوضعية اللي تنهضروا عليهم ثم يدبر معها علاقة بالطريقة المعتمدة اللي يبنون التعلومات في عطار أو لا كنهضرونها كذلك على دائما يعني سواء في هذه الملاحظة أو في هذه العارضة الثالثة أو الرابعة في كل حالة كنهضروا على الوضعية من الوضعيات يعني وضعيات المشكلة شنو كنقصدو بها نقصدو بها هي الوضعيات التقويمية اللي عندي نروح فيها المتحانة مثلا فهنا يدبر المتحانات يدبر الأنشطات الديدقتيكية الأنشطات الديدقتيكية بمعنى تشارك لناها بحل لا عاودنا فصلناها لها ما له علاقة بتدبير طريقة طرح الأسئلة اتجاهة عمودية وأفقية التي تجمع بين المتعلم فيما بينهم والمدرس وبين المدرس والمتعلمين يعني هنا الطريقة التي تطرح بها الأسئلة حتى هي تدخل في إطار التدبير العملية التعليمية التعلمية أو لا التدبير المادة الدراسية أو ما يسمى بتدبير التعلمات إذن اللي تعقلوا عليها أساساً هو أن الأستاذ ماذا يدبر بخصوص المادة الدراسية يدبر طريقة تقديم المادة الدراسية ويدبر الوضعيات يدبر الوضعيات يدبر الوضعيات دونك الوضعيات رفعها الوضعيات الديدقتيكية وضعيات الانطراق وضعية تقويمية نفهم كل واحدة يعني فيها لجينا نفصله رأي كل واحدة فيها بالزاف ديل هذا ثم تانيا كيف ما شاهدنا هنا قد نشوفو ما يسمى بتدبير الفصل الدراسي اذا بالنسبة لتانيا قد نهدروا على تدبير الفصل الدراسي اذا الفصل الدراسي رأتنعرفوه كان قاسم كان سبورة كان يعني طاولات كان متعلمين كان وسائل ديداكتيكية كان دوق كل هاد الأشياء يعني كتدخل في إطار ما يسمى بالفصل الدراسي اذا عندما نتكلم عن تدبير الفصل الدراسي فاننا نتكلم عن كل ما له علاقة بالتواصل التربوي تواصل التربوي داخل الفصل الدراسي طاقنا فش نقوله تدبير الفصل الدراسي يعني تدبير علاقات التي توجد داخل الفصل الدراسي بين المتعلمين فيما بينهم وبين المتعلمين والأستاذ اذا كان حوارات عمودية بين المدرس والمتعلم والحوارات الأفقية بين المتعلمين فيما بينهم إذن هنا كنت راح تستساؤل على التموقع بمعنى تموقع المدرس في الفصل إما تكون هو المشرف على الحوارات بين المتعلمين فيما بينهم أو المشرف على الحوارات الأفقية أو لك يكون هو جزء من الحوارات العمودية التي تكون بينه بين المتعلمين فهنا يدبر كذلك هذه العملية كما يدبر الحركة الجاسدية يعني الحاجبين، الرفض، الانكماش، الحركة الميمية، حركة الرأس إذن كل هذه الأشياء المرتبطة به هو؟ ما هو؟ هي يعني عندها واحد لفي أو لا عندها إذن هو يدبر الحركة الجاسدية داخل الفصل دياله كذلك يدبر نظاراته التي يعني تعتبر واحد للقناة هذه التواصل بين المتعلم والمدرس كذلك يدبر عمليات الإنسات والانتباه والتركيز المتعلم الذي يعمل بعض الأولى لأنه في الأول كي يكون دار معهم واحد العقدة الددكتيكية وكل مرة كي يشوف واحد شوشارع أو لا تشويش داخل القسم يحاول أنه يذكرهم بالعقدة الددكتيكية ويحاول يطبق هذا العقدة الددكتيكية أو للكونتر الددكتيكية اللي كانت تدارت في الأول ديال السنة أو ديال الموسم الدراسي إذن هنا قد نتكلم عن تدبير الفصل الدراسي، تدبير بشكل عام وتدبير التواصل داخل الحزرة أو لداخل هذا الفصل الدراسي ثم كذلك تدبير كل ما له علاقة بإرساء مجموعة من القواعد التنظيمية هالقواعد التنظيمية شنا هي اللي اللي دخلنا عليها؟ أو لا هو ذك كين عدنا القانون الأساسي للمؤسسة؟ كانت سهروع للتطبيقات يالو؟ وكين كذلك عفونا القانون الداخلي للمؤسسة؟ مش الأساسي؟ كين قانون الداخلي للمؤسسة؟ يعني في واحد مجموعة من شروط حقوق واشيبات؟ وكذلك كنت تفقل مع المتعلم النهار الأول في أول حصة أو لفتاني حصة من الموسم الدراسي على مجموعة من الشروط قواعد مثلا تجيب معك الأدوات ديالك تجيب معك هذا إلا 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 بغيت تجاوبك تهس بهاك إلا في تي خمسة دقائق يعني ما تعطلش إلى أخيرها وكين قانون الداخلي للمؤسسة مجموعة على حسب كل مستوى وكل المسلق إلى آخره فهنا نتكلم عن تدبير كل ما له علاقة بأرساء مجموعة من القواعد التنظيمية داخل الفصل الدراسي بحل إجراءات المعتمدة من طرف المدرس منذ بداية الموسم فيما يتعلق بميطاق القسم أو لا ميطاق الفصل كذلك يدبر الفصل الدراسي ما له علاقة أو يدبر الأستاذ بالفصل الدراسي عندما يقوم بكل ما له علاقة بكيفية التدبير العلاقات بين المتعلمين وبينهم يقول حد الأدنى من السلوكات التي يمكن أن تحولها دون خلق مناخ صالح للتعلم بمعنى الأستاذ يدبر حتى العلاقات بينه وبين المتعلمين وشن هو الحد الأدنى للسلوكات المقبولة واللي يعني ميمكنش أنها تختلق لنا واحد الجو اللي غير ملائم للدراسة بحل مثلا الشوشرة والشغب داخل الفصل يعني هادو من معيقات ديل التواصل أو لا يعني اللي زلمون برترباطور ديل العملية التعليمية التعلمية فهنايا تيخص يعني الأستاذ يدبر كل هاد المسائل إذا تكلمنا على تدبير الفصل الدراسي وتكلمنا على تدبير المادة الدراسية بقد نتكلموا على تدبير الزمن الدراسي إذا فاش كنقولوا تدبير الزمن الدراسي كل ما له علاقة بزمن الحصة وزمن تعلم في سياق معين زمن الحصة عندما ندخله مثلاً مع الثمانية ونخرجه مع عشرة عندهم جسوية هذه جسوية تستعمل كلها في التطبيق ما تم تخطيطه له وضعية الانطلاقة مثلاً خمسة دقائق وضعية مشكلة وضعية الانطلاقة خمسة دقائق يعني المشكلة العلمية خمسة دقائق إلى أخيره يكون ذاك الشيء مضباط مضباط على شئ اللي ما كانش مضباط غتكون الوحد الارتجالية وغيكون غيت تخرميز فكل ما له علاقة بزمن الحصة أو زمن التعلم هات زمن التعلم في سياق معين يعني كنا نهضروا على الدورة الأولى كاملة مثلاً واحد المادة X كيقرأوا ثلاثة ساعات أو لا أربعة ساعات في الأسبوع إلى أخيرها أو لا مهم على حسب كل مستوى وكل مسلك شنو شفاء كيخص الأستاذ يحافظ على الزمن ديال التعلمة وغراها ياما من يعني الناس اللي تم الأقصاء ديالهم من الوظيفة العمومية أو لا على الأقل من وزارة التربية الوطنية بسبب يعني من الأسباب اللي كانت هو هضر الزمن المدرسي أو يعني مشوا فيها مديرين مشوا فيها أساسدة إلى آخره لهذا السبب هذا ثم ما له علاقة باستغلال الزمن لأنه ركيز أساس في العملية التعليمية التعلمية يعني أي حاجة قد تعاونك باش تستغل الزمن باش تدع دونك هنو غادي يحيلنا مباشرة هاد استغلال الزمن يحيلنا مباشرة على آ آ آ آ آ آ آ آ آ رابعا واللي هو تدبير الوسائل التعليمية ماذا هي الوسائل التعليمية؟ أو لا كيسموها كذلك المعينات التربوية أو لا كيسموهم وسائل إضاحة أو عندها مجموعة من اسميات ماذا هو ما تلحوش؟ هي أي حاجة كيستعملها الأستاذ علش باش توضح للتلميذ أو لا أي حاجة كيستعملها الأستاذ باش تطور لنا لعملية التعليمية التعلمية بما فيها يعني كل شيء هذيك المسائل اللي كنستعملوها داخل القسم مثلا تحضير الدعمة والوسائل وتدبير عملية استثمارها يعني مثلا غندر لهم تشريبة أو لا غدين يجيب لهم مثلا دطاشا ويشوفوا في واحد الفيديو أو لا يشوفوا صور أو لا يشوفوا وطائق دون كل ما له علاقة بطريقة تحضير الدعمات والوسائل وعملية استثمارها سواء تعلق الأمر بالموارد الرقمية أو بالوطائق قاون المعدة يعني كيف ما بغي يكون الحال ثم يدبر الأستاذ الوسائل عندما يقوم بكل ما له علاقة بمراعة مجموعة من الشروط في توظيف هذه الدعمات من قبل ملاء أمت المستوى الإدراكي لم تعلمين لماذا؟ هنا باش نتقس دوب هاد المستوى الإدراكي ممكنش أنت جيب له واحد ظاهرة مثلا وطرح هاله في بروجيكتور وطلب منه أنه يكتشف هالك بمع العلم أن المستوى الإدراك دياله والمستوى المعرفة دياله ما زال ما تطورش باش يقوم لنا بهذيك الوظيفة ديال تحليل هذك المبيان أو لتحليل هذيك الوثيقة أو لتحليل هذك الفيديو أو لقراءة في الصور مفهوم؟ إذن هنا أرى الأمر خطير نوعا مشين أي حاجة نقدرون استعملوها حين ترى تقدر تجيب غير فيديو في هذرة مثلا على الطبيعة ولكن فيه شي القطل بالنسبة لك عادية ولكنها ستترك أثارا سلبيا مثلا أو إيجابيا لا ندري كيف ولكن قد تترك أثارا سلبيا أو إيجابيا فيه نفسية المتعلم وذلك الأثار سيكبر معه لمدة طويلة وإلى آخر وغيكون عنده تأثيرات فبالتالي هنا عند تهدبير هذه الوسائل أو لهذه الدعمة المقدمة يجبه اختيارها وضبط قابلية الاستثمار في الدرس وخدمة أهدافية يعني نشوف واش كتخدم الهدف من الدرس ولا لانا مفهوم؟ كنت كتخدم لي هذك الهدف اللي بغي نوصل لي في هذك الحصة أو لفذك الدرس تنستعملها وتنضبط الوقت ديالها إلى آخره وخصي كل ملائم الهدف ثم قادر رجعوا لتنظيم الفصل الدراسي إذن قبل هدرنا على تدبير الفصل الدراسي نهدروا على تنظيم الفصل الدراسي كل ما له علاقة بتنظيم الفصل الدراسي الذي يؤثر على التعلم وينعكس عليها إما سلبا أو إيجابا يعني ما تنهدروش ما تنحددوش هنا المهم تنظيم الفصل الدراسي ما تنقصدو به ما تنقصدو به هو ما له علاقة بتنظيم الفصل حيث يؤثر هد هد شي حاجا اللي تنذيروها وكتأثر على التعلمات سواء سلبية ولا إيجابية بحالة مثلا تعامل مع الفصل كله كل شي القاسم يمكن تعامله بطريقة تقليدية والتعامل مع تنظيم لمقاعد على شكل يعني هلاش فش كنقولو هاد لفوغم إي هادي علاش لفوغم إي باش نشرح لكم هاد لفوغم إي حيث كنلي ما تعرف هاش شكل ديالها دبا فش كنمشيو حين للقاسم باخدر فش كنمشيو حين للقاسم ظلا آي دوك فش كنمشيو القاسم هنا يا شنو كنلقاو كنلقاو تلامد واحد مورا واحد مفهم هاد واحد مورا واحد لاوستد فش كونوا واقف مثلا هنا إلا كانوا واحد مورا واحد لاوستد فش كونوا واقف راهمتي راهمتي خوش كل شي و لكن إلا كانوا موزعين بها ال�ばい كولهم trustworthy سنعمل شيء وكيكون التفاعل يعني آآ تفاعلات عموديا وافقية كلها يعني تحت آآ إشراف الاستاذ فهنا شلو تنقصده والتعامل مع تنظيم المقاعد على شكل إبريء إضافة إلى شكل آخر يتجلى في العمل على شكل حلقات النقاش يعني مجموعات أو لمجموعات الفصل أو لعمل الفردي أو لعمل الجماعي. إذن هنا كنهدرو على تنظيم الفصل الدراسي أو للطريقة اللي كي قلسوا به Duke. مفهوم ? دائماً قد ندخلوا مباشرة المقطع الثاني. واللي غاد نهضروا فيه على يعني آآ العملية دية لتدبير التعلومات. آآ في جزئها يعني للالالالالالالا وتعلق بالتطبيق. إذن هنا شلو نقوله يقوموا هذا التدبير على مبدأ جعل المتعلم في قلب التعلومات ويتحقق ذلك بمراعج جملة من الصور. شنو نخصني شين ندير شي حاجة هالتدبير التعلومات شنو الهدف منو هو انه يعني هاد الشي هادبش هادش اللي تنقولو بينك وبين راسك بغيت يتطبقو ما تطبقوش شغلك هادك المهم دبش ندرو معكم غير باش توزول مباراة وتنجحو ان شاء الله مفهوم يقوموا هاد التدبير على ما بدأ جعلموا تعليم في قلب التعلومات او لمركزيا في بناء التعلومات او لم يحور العملية التعليمية التعلومات او بثلاثة هره هو من فصل الشي هادو بثلاثة اوكي يعني من فصلش مركزيا في بناء التعلومات او لم يحور العملية التعليمية التعلومية كيف يتحقق هاد العملية كيفوش ك crystition تحقق ان التلميذ كي يولي هو اللي كيدير كل شي هو اللي تطرح الاسئلة مش يتيطرح الاسئلة ديال لتقويمتش خيصه اولا هو اللي تطرح تساؤلات تساؤلات تطرح1 تساؤل عن 1 ظاهرة معيالة هو هو الذي يكتشفه، هو الذي يقوم بإنجاز التجارب، هو الذي يقوم بتدوين المعطيات، هو الذي يقوم بتدوين النتائج، هو الذي يقوم... إذن هنا كيكون هو محور العملية يعني كيكون فاعل، والأستاذ كيلعب الدور مستشار وموجه، أو لكم قوله مونشر ورادرنا واحد جوجت الفيديوهات على التنشيط التربائي ووضحنا فيه بشكل كبير هاد المسألة دي الجعل المتعلم محور العملية تنوي فهنا كنقشدو به، يعني كيف شغي تطبق لنا هاد العملية دي الجعل المتعلم في قلب التعلومات هو ووضع التعلومات في إياد إطار واحد سياقين أعطيها واحد سياق معين هاد السياق تكون عنده تخصي عنده علاقة بالوسط لي كيعيش فيه تيليميد ممكنش مثلا غير مثال أبسط مثال لكي نصرح بيد شي هذا شنون قم قوله راه ممكنش مثلا واحد تيليميد كيسكون في الجبل يك بعيد على البحر بكيلومترات وغنجي أنا غن أعطيهم متالب البحر ما يمكنش دونك وضعية الإنطلاق خصة تكون تتتبط بواقعه المعيشي وهو ما كتبين هنا يا الانطلاق من وضعيات تكتسي دلالة بالنسبة للمتعلمين على حساب كل متعلم فين كين البناصة فيه عن طريق ربطهم بموقعهم المعيشي وهنا والله هاد الناس اللي كيصيبوا الكتوبة كتلقى كتاب واحد كتاب واحد ناشرينو في المغرب كامل وكي ما يمكنش أنه أنا هاد المكتج المسجد للعابات هاد ورا كل جيهة او لكل منطقة على حسب تموقع ديالها تخصى واحد الكتاب واحد المجموعة عمل لمعايير وهذا هو الهدف من هاد الهدف الجيهوية لموساعة هاد الهنافين تخصها التطبق بشي فا فا مهم باش نقاوف الموضع ديالنا نقاوف عادينا هاد المجال ديال جعل المتعلمين يواجهون وضعيات مشكلة بحالاش كيفاش كيفاش نجعلهم يواجهوا الوضعيين هو انني كنحفزهم على التعلم كيفاش بخلخل التوازن بوضعهم امام عائق مطالبين بمواجهتي اذا هو شنو عندو عندو واحد تمثلات عندو واحد الافقار مسبقة عندو واحد مكتسبات سابقة ولكن كنحط له انا واحد الوضعية مشكلة وقتاش كتولي مضعية مشكلة حينما تستفز بنياته الدهنية وحينما تستفز او تقع في تناقض او لا في يعني عدم التكامل بين معطيات تلك الوضعية مشكلة والمعارف او للمدارك اللي عندو بالاضافة لكل هذا يعمل كدلك مدرس على توضيف الشروط او الكفيلة بيخلق تفاعلات المزايمة في تطور تعلمات النقاش يعني شنو كيحاول يوفر الظروف المناسبة باش تطور للعملية التعليمية التعلمية كيف ذلك عن طريق النقاشات التي تحدد في الفصل عن طريق السراعات المعرفية او عن طريق السراعات السوسيومعرفية المعرفية النابعة من الوضعية المقترح اذا انا هادوك المتعلمين كل واحد من انجاي واخي يكونوا حين ترى عرفتو اش دابا كين هادوك الابرسيبسيون شنية الابرسيبسيون هادوك الادارك متلا انا فاش كنقول شي حاجة انا دابت انا هدر في هاد الفاد 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 الفيديو هادا كنوجز لكم وحد لجموع عمل المعطيات ولكن ثم كل واحد как百دよね قبل هذا هاد الفيديو كما رأيك الناس كل واحد غير فهم بطريقته الخاصه كما رأيك دين cambומ� confiance كل واحد وغير خمسا دينا confirmation كل واحد از gevهم لا 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 مايمكن سيكون عندنا نفس دروف كنعيشها كاملين ولا ممكن بالتالي هنا عندنا دروف مختلفة فين تربينا فينكبرنا فين وبالتالي هنا حتى طريقة الفهم هي متأثرة به tastingixa بهذا النوع من الاتفاع والآن كما نقولين هنا امين نقولين بأن راه المتعلمين كيف تنقصدenced بهذا الشيء؟ راه المتعلمين راه هو كلهم راه مستوى واحد يقدير يكون جميعا مني نفس المستوى يمتلكون في نفس العام إلى آخرية يمكنهم يكونوا كلهم نفس ولكن لا لديهم نفس طريقة للإدراك لا لديهم نفس طريقة تلقي المعلومة لا لديهم نفس طريقة معالجة المعلومة لماذا؟ لأن نفسه توصل لمعلومة سواء بغصارية أو لسمعية أو للمس أو 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 كنتمشي للدماغ الدماغ يقعالجها فإن يعالجها الدماغ سينتاج لنا رد فعل هذا الرد فعل ينتاج كل واحد من هذوك اللي توصله بالرسالة ماشي بحال بحال ماشي نفس طريقة للفعل مفهوم؟ وبالتالي اختلافات اختلافات تخلق لنا النقاش مفهوم؟ وهذه النقاشات يعني تكون حبارة عن سرعات معرفية أو لسرعات ناتجة عن ماذا؟ ناتجة عن هذه الوضعية اللي اقترحنا إذن هذه الوضعية باش تكون عند هذه القوة لأنها تخلق النقاشات لا بد ما يخصى تكون مستفزة للبنية الدهنية ثم كذلك نتكلم عن اعتماد التدبير القائم على جعل المتعلم تابعا لنشاط المدرس والابتعاد عن التدبير عن تلقيان وتبلغه للمعرفة مشينا مقاون جيو غير النملية والنملية 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 أولا نقول له هذي يعني للكور ماشي اشترال نو بحال بحال الكلية حتى هذا الشي اللي في الكلية تيراه يعني اني انتي ببيداغوجيك اه تعتك المعرفة هاك اه كذلك نتكلم عن الانطلاق من تمثلات المتعلمين لبناء الدرس مفهوم انطلاق المتعلم هنا باش نجعله هول انطلاق من هذا الشي اللي كيعرف فاش غنقرره مفهوم التنفس مثلا الخلاوي في التانية باقالوريا ديجا هو قرار تبادلات الغازية في التالتة اعداد وكي نقرره في التالتة اعداد ديجا هو قرار في الابتدائي شهيق زفير الى اخير اذا هذك المفهوم ديال التنفس تتطور عبر الزمن وبالتالي في كل مرة غنبغي نقرره شي حاجة عنده العلاقة بالconcept وكي نقرره شي حاجة عنده عبر الزمن ثم ادراج بكيفية منتظمة لحظات تقويم المرحلي التكويني يعني نقرره تقويمات تكوينية كذلك تنويع تنظيم الفصل الدراسي ونماط العمل ثم في الاخير مسألة الممارسة المهنية يعني نشوف الى كانوا عندي شي ملاحظات على هذك الشي اللي تنقومه المقطع الثالث هو يتعلق بتدبير التعلمات وفق المقاربة بالكيفية ما هي المقاربة بالكيفية؟ اولا فيها جعل المتعلم يحور العملية التعلمية التاني حاجة كتميز المقاربة بالكيفية هو هو ان المتعلم يعني يدمج مجموعة من المعارف والمهارات من اجل حل وضعية التامية الى فئة من الوضعية وبالتالي هنا لكي نتكلم عن تدبير التعلمات وفق المقاربة بالكيفية فنقولوا ان هذه العملية تدبير تندمجه أو تندمجه عن طريق تدبير وفق المقاربة بالكيفية عن طريق الاعتماد على وضعية مشكلة في بداية التعلمات في بداية التعلمات في اطار البراديجم التعليمي عمالي نظري عمالي كيفاش هتشي? فمثلا أنا غادي نقريهم مثلا واحد الظاهرة معينة مفهوم؟ أولى واحد المفهوم معين أو ما شابه فهذا الوحدة مثلا وحدة دراسية كيف مثلا عارفوا أن البرنامج الدراسي هو واحد المجموعة من الوحدات الدراسية تقدر تكون وحدة مثلا في التانية بقالورية كي يكونوا عندهم ستة الوحدات مثلا في كل مادة أو الاربعة أو لا جوج على حسب المادة وش ديال التخصص ولا لا فهنا فاش نبغي نعالج واحد لوحدة معينة تخصني واحد للسيتياشيون أو لوحدة الوضعية ديال الانطلاق وضعية ديال الانطلاق اللي منها غادي تنطلق التعلمات أما وضعية مشكلة فهي من أجل العملية ديال التعلم إذن شنية التعريف عرفها ميريو بكونها وضعية تقترح على متعلم مهمة معينة بمعنى شنو هذا المقاربة بالكيفاية هذا المقاربة بالكيفاية ما كنت تقول لك؟ كنت تقول لك السيدي أرى التقويم تكون بلا سيتياشيون بروبلم شنو هي هاد لسيتياشيون بروبلم هي أنني تنقطرح على المتعلم واحد المهم مخصوية دياله بمعنى شنو غا نقياس من بعد نقياس الانجاز دياله إذا نقياسها راح حدث لديه تعلم محدد وبالتالي غايتجاوز واحد العائق وغايتتحقق الأوبجيكتيف وغايتجاوز العائق غا نحققه الأوبجيكتيف وغا نتجاوزه اللبستقل يعني تتحقق الهدف وتنتجاوزه العائق بالنسبة لهذه الوضعية المشكلة عندها خصائص طرحوها لتحد كل حسب إمكاناتي تحفز المتعلم اللي بحث عن حلول تربط معارف المتعلم بسياق تضمينها للغص يجعل توازن المتعلم مختلا أنواعها هاد الوضعيات اللي تنهضر عليهم فيها وضعيات استيكسافية وضعيات داكتيكية وضعيات مركبة إذن هادو الله يخليكم هادو هادو أردو بالكم من هاد الشي هذا رأى مهم أنا هاد الشي هذا هاد المعطيات هادي صارحة غرب حين تشفتهم بزاف وباش نجاوب نيت على واحد المجموعة من الأسئلة اللي كتتوصل عندي هاد سيها دار العبت الناس يبقوا بدعو في شي حويش اللي هي هاد الوضعية الاستكشافية هيا شوف أنت نقراو توهي الأرضية للمدرس اللي اقترح وضعية مشكلة تمهيدة للتعلمات الجديدة لتعلمات الجديدة الناس كلهم متعفقين على أنهم تسميوها وضعية الانطلاق علش أنتما غتجيو غدرنش عجلة جديدة زعمش نغة تبدأ خطات الضوخو عباد الله الوضعية الاستكشافية هي وضعية الانطلاق علش ها شوف هاي وضعية الانطلاق تجعله تمتلاتها وموضع موضع مسائلة ورا هي وضعية هاد الشيء التعريف هو هالتعريف ديال وضعية مستكشافية هو نفسه ديال تعريف وضعية الانطلاق وضعية الانطلاق قنستحضروا في هالتمتلات ديال المتعلمين وكنواجهوها بواحد المعلومة جديدة وكننخليه التمتلات دياله توضع في موضع المسائلة مفهوم يعني واش صحيحة او لغاطة هي كنت عندو بحل معارفة مسلمة ولكن ده بدت ندخلوه في النقاش وما بقتش يعني غدا نزيد ونطوروها ثم الوضعية الديدكتيك هيش كونه هي هذه معارفة ومتافقين على هاد تسمية هي الوضعية ديال بناء الدرس وضعية تعليمية تطرح مسألة تتضمن او لا يعني تحدي معين الى اخير الوضعية المركبة الوضعية التقويمية تظهر تعرف بالوضعية التوليفية تركز على ايجاد تمفصل بين المتعلمين وتجعل المتعلمين يعبئون موارد مكتسبة لانجاز مهم بمعنى ادد الوضعية المركبة يخصو يحرك فيها جميع 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 الموارد دياله والمعارف دياله والمهارة دياله لاجليح الوضعية تأتميلي فئة من الوضعية اذا الله يخليكم لا تعقل عليها وضعية الانطلاق وضعية ديدكتيكية وضعية تقويمية صافي؟ راه نفس تعرف غير ان الناس تحاولوا يبدعوا في شي حويش اللي صارحة بالنسباني انا ما فيهاش ايبدع لما قطعتها الاساليب التدريس كين تلاتة الاسلوب التدريس ما هو؟ هي الكيفية التي يتناول بها المدرس او لا طريقة التدريس اثناء التدريس يعني كيفاش كي يقرر مفهوم؟ والسلوك الشخصي وطريقة فردية لا ربط علاقة التفاعل مع الاخر وممارس التدريس هذا الممارس التدريس هو شنو؟ هو واحد السلوك واحد طريقة فردية تديرها الأستاذ لكي يربط العلاقات مع المتعلمين اثناء فعل التدريس مفهوم؟ فشنو هاد هي الطريقة المعتمدة او الطريقة اللي كي يخديرها الأستاذ كين تعريف اخر هو الفنيات والاجراءات التي ينفدها المدرس في طريقة تدريس يعني شنو؟ يعني ذاك الحويج اللي كي يديرها الأستاذ باش مثلا مثلا كأن يعني في القسم تنعية الأسماء نعية التلاميدي بالأسماء الشخصية ديانه ومشي بالأسماء العائلية أولا كتعطيها تانيا كي يولي عارف راسورها معروف عندك وخنت رعاها في تسميته وجهه يعني فهمت كيفاش؟ يعني هناك يعاونك هاد الشي باش تضبط القسم هاد هي من الفنيات تاني حاجة عندك شي مشاكل في الدار ولا على برة ولا مع الإدارات تلميدي مدن بولو إذن فيش تدخلك تدخل بوحد الإبتسامة بوحد الإنشراح بوحد طاقة إيجابية وإنه فقد الشيء لا يعطيه أنت غادي تعاونوا بشي تعلم ورخصك أنت خصك تكونت بعدها معلم مفون خصك أنت تكونت ضابط الأمور ديالك ثم هنا غانا يعني موغي باش تفهموا كنشرح لكم ترمس لكم باش تفهموا ثم تعريف طريقة التدريس هي الكيفية التي يعتمدها المدرس لإيصال المعلومات إلى المتعلمين بحالة مثلا طريقة للوصول إلى جمع أعداد من الموز للحصول عالمية الموزة كعدد محدد هنا كل واحد وتتبقى يعني طريقة اللي عنده مفهوم؟ هي كيفية التي يعتمدها المدرس لإيصال المعلومات الطريقة اللي كيعتمدها باش يوصل المعلومات إلى المتعلمين بحالة مثلا كيف ما يقولون هنا استعمال طريقة للوصول إلى جمع أعداد من الموز للحصول عالمية الموزة كعدد محدد هنا كل واحد وكي يعطينا الطريقة معينة بحالة فبالنسبة لأساليب تدريس من المقاربة المنهجية يعني من ناحية المنهجية هذا عرفنا أساليب تدريس بشكل عام من ناحية المنهجية هناك أسلوب تدريس مباشر وكي أسلوب غير مدرس مباشر ما هي تدريس مباشر؟ يعتمد للآرأ والأفكار الذاتية لمدرس الذي يفرد شخصيته وصلته وداخل فصل ولا يترك مجال لمتعلمين في المشاركة وبناء التعلم بمعنى كور ماجستر عب حالة يديرونها في كل يد يدخل في السواء ونصوت تقدر 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 ونطرح من النقاش لماذا؟ هاي مكتوب هنا يا الله هاي مكتوب حلف جامعات إلقاء محاضرة وربط وربطها بالمناقشة المقيدة بمعنى غن ناقش معك فيها عدود لا بسية الشي اللي باقي نحن هو أسلوب التدريس غير مباشر يعرفوا بالإنفتاح على أفكار المتعلمين بمعنى هنا يا را غي يجيب لك متعلم غي يجيب لك أفكار يجيب لك تقبلها وتبرتاجي معها وتشجعهم على المبادرة وتشاركهم في العملية التعليمية التعلمية كا تعرف وينبيني هدو أسلوب على طريقة تحل المشكلات والكتشاف الموجه من طرف المدرس طريقة تحل المشكلات راه درنا فيديو فيها بمعنى شنو بمعنى كدخل معاهم تكتو اللي ما واحد منهم كين مشكل كدير مثلا العمل بالمجموعات او لهذا ونشوفوها الطريقة تحل المشكلات عندنا واحد مشكل غنحلوها شنو غنديروها وانتو ما شنو غنديروها في الاخير كده هدي ونشوفو النتائيش الى ايضا انتكتو اللي جزء منهم وكيشتاغلوهما كيخضمو البنيات الدهنية ديالهم الدماغ ديالهم كيشتاغل على الحل باش يلقى حل كين أسالي بتدريس من زاوية المقاربة الإنسانية والعلاقية في 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 فه هناك أسلوب قائم على المدح والنقد تحتميّ الى ما عليه المعتادل المتعلّم من طرف المدرس بحالك بقى يقولوا أستاذ صحيح ممتاز إليها واعدم التفريط فيها ابنتخصوش إلى ذلك شيء الإكساجيرا في لانه يؤداء على نخيفات تحصل عليهم باءة الم source لانه يتينمي ما يقولا برافا وحالس yelling LED كيقول لي يدخلوا الغرار اناões راحتها كيكون شي وحد كيبال لك كيبال تحفزه وتحفى وكي تركز عليه بزاف لأنه تبال قادر يعطيه فيش كيجاوب واحد جوج الأجوبة ولا تلا تصحح أو لا واحد سؤال اللي مقدر يجاوب عليه وطلاح اتا يبقي حصب رعا سبحان الله ما نعرف شنو دير نتا عرا شنو كتدير انت قتكون معي Chill ما نعرف بستيلا معرفة الادنى الحدود باش توصل كما يعتمدون النقد مفهم؟ النقد نقض نقض العمل للمتعلم إذا نرى خصيكون كادا وخصيكون كادا ماشي بتفرق وماشي بأفرق دونك هدا أسلوب قائم على المدح والنقض كين أسلوب التدريس قائدم على التغذية الراجعة هنا يقدم المدرس التغذية راجحة للمتعلم من أجل تصحيح بعض الأخطاء للحيلولة دون احتفاظه بأخطاء ناتجة عن نقش في الفهم أو في الاستيعاب والهدف من هذا الأسلوب والوصول إلى تحصيل جيدة للمتعلمين من خلال نماء مستوى بكين كذلك أسلوب قائم على استعمال أفكار المتعلمين بحل قسمه فلان ضوز إلى خمس مستوي كين تنويه بأفكار المتعلمين يعني تكرار أسماء بعض المتعلمين أثناء الإجابة بحل فاش صياغة جمل من طرف المدرس وإكمالها من طرف المتعلم هذي طريقة عنوان فقرة مثلا إيجاد علاقة بين فكرة المدرس وفكرة المتعلم فيه سياقة المرخص استخدام فكرة من طرف المتعلم للانتقال من إلى فكرة أخرى تلخيص يعني هنا شنو كنديرو هنا شنو كنديرو كنش دول أفكار ديال المتعلم ونتنوظفوها وباش ركز معي راه باش الأفكار ديالك ديال المتعلم توظفها تخصنتها الأفكار دياله تكون متوسعة في الموضوع مفهوم متوسعة في الموضوع ديال الدرس إذا كانت الأفكار ضيقة ديالك وكنت أنت ماشي أستدوى لكن غير تلميذ مشتهيد فهنا ما غدست تقدر تستعمل الأفكار ديالهم وبالتالي أي درس دارت العملية غديرها العامل الأول والثاني والثالث صلاة عنبي كتولي عندك يعني إلى طولتي العام السادس فهمت؟ لأنك تولي عندك الأفكار نفسها هي نفس الدروس عندك ولكن ما كتقاش تقالجها كل مرة من نفس الطريقة رأي لا أعطيناك غير قاسم ثلاثة المرات أو ثلاثة الأقصام من نفس المستوى وغا تقريها مثلا ثلاثة المرات في السمالة رأي الحصة اللي غا تديرها مع القسم الأول فاش كتجير ديرها مع القسم الثاني كتزيد تطورها على الأول كيف اصدرتها وفاش كتزيد تديرها مع القسم الثالد كتزيد تطورها إذن هنا شنو؟ شكل كي يعونك تمرها فهذيك الأفكار اللي تعطي ولمو تعلمين وانتا كتكون يعني كيف ما تنقوله خمرتين نيقاش في ذلك المهنة أسلوب التدريس القائمة على تنويع وتكرر الأسئلة هنا كينو الأسئلة وكيكررها المتعلم كي يخلي المتعلمين يحصلوا في السياغة أو تحصيل المتعلمين في السياغة بشكل مختلف عن باقي الإجابات السابقة ويكسب متعلمين تعبيرا كدولي عنده الإكسبريس هنا أغال كذلك أسلوب الحماسي تدريس الحماسي مستوى حماس المدرس أثناء تدريس يلعبوا دوران مؤثرين في نمو مستويات تحصيل يعني كلما الأستاذ كان يعني أكتيف كلما كيكون تحصيل تريز أمبر طوى عنده كذلك أسلوب تدريس القائمة على التنافس الفرطي استخدم في المدرس بنيا التنافس الفرطي بغيات اشتوار معطيات كذلك أسلوب تدريس من الزاوية دي المقاربة اللي بدغوش كذلك أسلوب أسلوب الألقائي يفتك سلطويا نابع من معرفة لا يمنح لفرص المتعلم هذا الأخير يقتصر على الاستماعات كذلك أسلوب استفهامي هو أن المدرس يركز على المتعلم في طرح الأسئلة ويقتصر على إجابات المتفوقين إذن هنا شنو؟ المدرس كي يطرح أسئلة وكي يجاوب تلاب غير هو يقتصر على إجابة المتفوقين ليش؟ لأنها هي اللي صحيحة والأسئة يعتبرون نفسها حاملة للمعرفة ومصدرها يكمل أجوبة المتعلمين التلميح وكي يغشت راسه وكي يغشت المتعلم والمتعلم في هذا الأسلوب يتم مؤقصاءه ويكتفي بتلقي المعرفة وتتلقي المعرفة بطريقة المدرسة هناك أسلوب التحفيزي أن المدرس يركز على الجانب العلاقة الإنساني بينه وبالمتعلم يشجع، يصحح، يساعد، والتلميذ هنا تكون إذن في هذه الثلاثة الأساليب اللي شفنا هناك الأسلوب التالث والأسلوب التحفيزي هو اللي يعني هو اللي مهم هذا كذلك الأسلوب الموجيه المدرس يركز على وضعية التفاعلية يوجه يقتريح يعتبر المتعلم مستقل لأنه يقوم يقوم يتابع كيفية عرصة التعلمات والمتعلم شنو كيدر المتعلم هنا؟ يبني تعلماتي هو محور تعلمات ومستقل بتعلماتي لذلك هذا الأسلوب التحفيزي أو الأسلوب الموجيه بجوجهم يعني مطلوبين في المدرس الأستاذ الأسلوب الموجيه شنو كيدر؟ المستري سنو تيسير التعلم يقدم أنشطة تعليمية يستعمل تقنية تدبير جيدة لأعمال مجموعة المتعلم كيف نتديرين نخرط في العملية التعليم؟ إذن هادو بتلاتة أو له هادو باربعة ولا بغينا نقوله؟ ثلاثة عفوا ثلاثة هادو أساليب جيدة هادو الأسلوب الاستفهامي فيه واحد شوية دلغش ها؟ ما قال نعطيهم الأسئلة واللمح ليهم الأجوبة أو الأسلوب الألقاء نقول لي بغينا نحن أسلوب تحفيزي أسلوب الموجيه أسلوب الموجيه أسلوب الموجيه وهنا بغيت نعتكن نتقاسم معاكم واحد الفكرة هو أنني مثلا في مؤخرا كنت نخدم مع التلامد واحد واحد وحد الشاب بضخ هادوك الشاب بضخ فيه أولا كبيرة والثانية كبيرة والثالثان كبيرة درنا اولا كبيرة ساليناها درنا تانيا كبيرة ساليناها ونحط لهم واحد تمرين تطبيقي هذك التمرين تطبيقي فيه معطيات جديدة باش يحل لديك المعطيات جديدة انا قريت معهم التمرين الى اخيره هدو قرأ واحد فيهم التمرين ركزنا على ديك المصطلحات اللي فيها مشكل وصلنا للاسئلة قمنا بيعني وشكين شي مشكل في الاسئلة الى اخيره اذا قلت لهم هذ التمرين غدي تجيبوه للحسن المقابلة ان شاء الله فوحدة من يعني اللي ازيل اما بغيون قلت لي استاد قلت لي نعم لهاد تمرين باش نحلوه ارخصنا ماشي غير المعطيات اللي كينا في هذ الواتيق ارخصنا ذك شي من الاول ديال ديال العام قلت لي ابنتي ارى هذ شي هو اللي باقي الدولة بحالك قلت لي ارى هذي علاش لانا نسبيا انا تنقتنع انني وصلت لاش انا ما وصلت للتطبيق ديال المقاربة بالكيفاية اش وصل التلمية ديقول لك رخص سنين دير هذ العملية ديجا راح فهم بانه راح ما يمكنش يقتصر فقط على معطاية الواتقاء ولكن كيخصو المعارف مندو يعني بداية الوحدة الدراسية اذا لنضوح لكم المقطع الرابع يعتمد على ابعاد الممارسة التعليمية يعني ما هو الابعاد الذي يعتمد على المدرس في ممارساته بمهنة هذ الاساليب التي سبقت الاشتراعات هم التلوح تفاعلات رئيسية مع ابعاد ثلاثة دونك هذ الاساليب كتعطينا اولا عندها علاقة معيش مع هذ الثلاثة ابعاد الرئيسية واللي هما البعد اه الديدكتيكي البعد البيضاغوجي البعد العلائقية البعد الشخصي الى اخير فهنايا غد نحاول نشوف كل البعد هلا فمثلا عندما تكلم عن البعد المدرسة الى هذ الاسلوب الديدكتيكي بسانذكر تنظيم طرقة داداكتيكية والتراتيجيات والاساليب ومستعملвоMM собственно بمساعر التعليم الام اتصعي للمدرس tell Tuya 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 l주 عندو واحد البعد سانتهكي طارقة الديدكتيكية ٧indiướceksin انكسلا به هو تنظيم الطريقة الديدكتيكية والاستراتيجيات والاساليب يعني نتطبيع الطريقة الي يشتغل بها المدرس كذلك التعامل مع محتوى الدرس التدبير والارتكاز على القواعد الدكتكية وشنين القواعد الدكتكية؟ هما قواعد الدكتكية أقلوا عنه التحليل المعالجة الدكتكية التعاقض الدكتكية العواقض الدكتكية كان كذلك ما يسمى بالبعد البيداغوجي والبيداغوجي يرتبط بالمهارات الخاصة والحركات المهنية المدرس الموظفة في أفعالها التربوية فكي يكون قدام تلامد يكون قدام تلامد أحد مجموعة من الحركات وأحد مجموعة من السلوكات تيخصون يتابه لها بحال أش ضبط مستمر للمهمة الجماعية وتقسيم العمل وتصنيف المشكل يعني يركز لهم على التعليمات أو لا الحويج اللي تيخصهم يديروها كذلك البعد العلائق يتركز على كيف التواصل والتفاعل وتدبير للتفاعلات وبالوارد اللقاءات وتهيئ مناخ سليم من التعليم بمعنى شنور؟ بمعنى عندك واحد مجموعة من المتعلمين وكين تاب وكين وسائل ديدكتكية وكين واحد الموضوع ديول الدرس كخص الأستاذيبياً أو لا يوضح أو لا يحرص أو لا يركز على طريقة تعامل ديول كل جزء من المكونات آخر مع مكونات الفصل الدراسي مع جزء آخر ثلاثاً الحرص على العلاقات فيما بالتواصل بين المتعلمين الحرص على التواصل هو مع المتعلمين الحرص على تفاعل المتعلمين مع الوسائل الدكتية إلى آخر وكين يبعد الشخصية تمثل في المتغيرات المتسابة الشخصية الفرد التي تسادي في آرائه ومواقفه وتمثلته وعلاقاته بالمعرفة وتصواته بخصوص المتعلمين لأنها ليست مهمة لذلك هنا هذا المجزوء الذي نرى هناك كان مجموعة من المفاهيم عندها علاقة بها التي كنا نشرحها كيف يقولون الدكتية؟ هو علم التدريس الذي يعني الدراسة العلمية التي طرق التدريس فيما يتعلق بالمادة الدراسية وهو نوعاً كان الدكتية العام و كان الدكتية الخاصة الدكتية العام هو داباً فشكاً نديرو هات الفيديو وهذا هذا مكيهضرش لنا على شمالة معينة هذا هذا التدبير وكين فيديوهات أخرى تلتخطيات وديلتقويم شنوه أنا بالنسبة لي تعريف اللي كيشيني مزيين شنوه هو شنوه هو آآ الدكتية هو علم التدريس ياك يعني يعني الذي يعني شنو شنو معني هذا علم التدريس والدراسة العلمية لطرق التدريس بمعنى شنو كنشوفوا الجانب التطبيقية في العملية التعليمية التعلمية هذا هو الدكتية الجانب التطبيقية في العملية التعليمية التعلمية يعني أنا هادروا على التخطيط مشي غا تسمع الجانب التطبيقية في العملية التعليمية التعلمية مشي دماغك التدبير لا راه الديدكتية ما هو هو التخطيط والتدبير والتقويم هادو هما بثلاثة يعني هادو كل هم كيتعلقوا بالطرق ديال التدريس نفهم؟ إذن هناك ديدكتية عام يعني أو لكن نقدروا نسميه ديدكتية المستعرض لأنه يرتبط بمجموعة من المواد واللي هو نفس العروض بحل هاد الفيديو يقدروا يشوفون الناس ديال غا تدعوا اسفتين و غا تدعوا بيسل و غا تدعوا فلسفة هادا ديدكتية عام و بحيطة الدكتية الخاص لأنه هو كل مادة عندها الديدكتية كان مثلا النشاط العلمي فالابتدائي كان ديدكت والك الآراء العربية و كان لغة اللغة الفرنسية كان ديدكتية الرياضية كم هو الاعدادية كلها الدكتيك جميع كل مادة الدراسية علم فيزيائية علم الحياة والأرض اللغة العربية اللغة الفرنسية الإنجلي كل مادة من المواد عندها ديداكتيك كي تسمى ديداكتيك الخاص واللي كيكون هو عبارة عن ما ده واحد الكتيب ديال كي تسمى التوجيهات التربوية كل كوهم فيها فيها البراميج فيها المناهيج فيها الطريقة التحضير الحصة دير إلى أخيره إذن هدرنا على الديداكتيك العام والخاص وكذلك ندره البيداغوجيا أصل الكلمة هو يوناني الطفل هو القيادة والسياق بمعنى البيداغوجيا هي قيادة الطفل وهي نظرية تطبيقية للتربية بمعنى شنو؟ فيش كنقولوا البيداغوجي البيداغوجي شنو هي؟ هي الدراسة النظرية الدراسة النظرية لعملية التدريس الديدكتيك فهو الدراسة التطبيقية اللي عملت هدا هكا أنا تنفهمه نكتبش عليكم وهي نظرية تطبيقية للتربية للتربية نشاط عاملية عامية طرح مجموعة من الممارسات والأفعال التي ينجزها المدرس رفقة المتعلم داخل الفصل الدراسي وخارج إذن حد الهنا كيكون سائل الفيديو حاولنا نهضر عليكم فيها على أي حاجة تتعلق بالتدبير وكيف ما قلت لكم فهو تدبير هذا يعني عام ما شي خاص يعني ما برطار بشي مادة يعني غيفيد جميع الناس دونك نهاية الفيديو نلتقي في فيديو آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة